مكملين مع حضراتكم كاس العالم والحديث عن كاس العالم اللي خلاص فيه أيامه الأخيرة شفنا يمكن مبارح مباراة كبيرة جداً ما بين الأرجنتين ويمكن فوز كبير للأرجنتين على كرواتيا بقيادة طبعاً ميسي وتأهلهم للمباراة النهائية النهاردة كمان حيتحدد الطرف الآخر من النهائي في المباراة اللي حتجمع ما بين منتخبنا العربي المغربي والمنتخب الفرنسي حامل اللقب خلولنا نتكلم أكتر بشيء من التفصيل عن مباراة نصف النهائي كاس العالم بنرحب معنا في الستوديو بالناقض الرياضي محمد مد صباح الخير عليك يا حديث صباح الخير عليك يا هدير وصباح الخير على كل مشاهدين شفت إزاي المباراة أمس ويمكن جمهور مبارح الناس كتير منهم اختزلوا المباراة في ميسي وناس كتير انتقصت من شأن كرواتيا ويمكن كرواتيا لعبت بنفس الطريقة بتاعت 2018 لكن النتيجة كانت مختلفة شفت إزاي المباراة مبارح وهل الأرجنتين أداءها مبارح كان يتلخص في ميسي ميسي هو مش مبارح بس انه كله بيختزل الأرجنتين في ميسي من قبل ما تبدأ البطولة ومع السمرار للبطولة وحتى الآن يعني انه كل الناس بتتكلم فيه انه ميسي يستحق يعني اعتزاله او نهاية مشواره بالحصول على بطولة كاس العالم دي البطولة واحدة اللي ما معرفش ياخدها و2014 خسر النهائي و2018 خرج من كرواتيا فبالتالي انه الكل متعاطف مع ميسي لانه اعتقد انه خمسة سنة فبالتالي انه ده اخر منديال لميسي مع الحب الشديد لميسي من الجماهير على في كل انحاء العالم فبالتالي انه هناك تعاطف كبير جدا مع ميسي انه يكسب بطولة كاس العالم الدورة دي ويتوج مجهوده على الفترات اللي فاتت ومش الجمهور بس يعني مش جمهور بس يعني عشان ما نظيمش جمهور الأرجنتين لأ انه حتى نجوم العالم كلهم ونفس حالة التعاطف اللي قد حصله مع كريستيانو يعني مش مش تعاطفت مع كريستيانو مش زي ميسي لانه كريستيانو خلينا نقول انه هو دخل كاس العالم بشوية مشاكل يعني عمل مؤتمر صحفي بيتكلم فيه دخل في خلاف مع منشستر يونايتن فبالتالي انه دخل كاس العالم انه بدون نادي ميسي رونالدو يبحث عن نادي فبالتالي انه كان عنده دوشة كتير جدا في الإعلام رونالدو رونالدو طالوقت عنده مشاكل مع الإعلام هو يعني أجريسي في الكلام ميسي ما بيتكلمش كتير فبالتالي انه لأ أعداء رونالدو أكتر من أعداء ميسي حتى انه الجوني اللي جابه برونو فرناندز وتحسب لميسي لألك لمست شعره وما لمستش الشركة الرعية للبطولة طلقت بيان بعدها يعني بعشر ده لانه ميسي ماضي مع يعني رونالدو ماضي مع شركة وميسي ماضي مع شركة تانية فبالتالي انه زي ما بيقولوا انه محبين رونالدو آه كتير جدا ولكن أعداءه أكتر فبالتالي انه ما فيش حالة التعاطف دي مع رونالدو حالة التعاطف مع رونالدو ظهرت لما رونالدو خرج من المغرب وقعد يعيق فبالتالي كان في حالة التعاطف معه ومش رونالدو اللي هيعيق يعني انت عملت تاريخ كبير جدا مش كاس العالم اللي هيقول انه رونالدو ده تاريخي ولا مش تاريخي فبدأت حالة التعاطف مع رونالدو ولكن ميسي من قبل ما تبدأ البطولة والكل يتعاطف مع ميسي الكل يعني يرغب في خصول ميسي على كاس العالم حتى أنه شفنا لوكا مودرشي بيتكلم من برح بعد المباراة قائد كرواتيا أنه الحكم كان متحامل على كرواتيا لصالح الأرجنتين عشان ضربة الجزاء بقائد البرتغال تتكلم في نفس القصة أن الحكام بتجامل الأرجنتين عشان خطر ميسي فبالتالي أنه الكل متعاطف مع ميسي في المباراة لوكا مودرشي هو اللي يتحمل مسؤولية الخسارة نتكلم على ثلاثية نظيفة للأرجنتين ولا ميسي يعني مين اللي يتحمل هذه الخسارة تحديداً وهذه الأخطاء اللي حدثت في مباراة الأمس يعني لا ميسي ولا لوكا مودرشي أعتقد أنه وصول كرواتيا ذات نفسها لنصف النهائي هي مفاجأة هو مودرشي حاملها للتحكيم تحديداً ويمكن قال أن ضربة الجزاء غير صحيحة وكانت الأمور ماشية على ميروم في ناس كتيراً تكلم عن ضربة الجزاء غير صحيحة كما أنت شايف إيه؟ يعني عددت حاجات كثيرة أكتر من دي يعني فيه حاجات كثيرة أصعب من جيمة حسبتك ودي صحيحة ولا غير صحيحة؟ من وجهة نظر أن هي غير صحيحة ولكن فيه حالة تعاطف مع ميسي خلينا نتكلم بأمان يعني في الإعلام وفي يعني على مستوى الجماهيري وعلى مستوى الحكام وإلى آخره أنه فيه حالة تعاطف مع ميسي يعني وحال طبيعياً الحكم ما يستدعيش الفار الحكم ما يستدعيش الفار في هذا الفار تحديداً ما يستدعيش الحكم في ضربة الجزاء دي طالما فيها تشتيك؟ لأن الحكم يبقى أقرب في موضوع ضربة الجزاء فهو اللي شايف أنه حتى أنت لما بتشوف الفار لما بيستدع الحكم الحكم بيطلع تاني بيبص على الفار ويرجع هو اللي ياخد القرار يعني لما يكون فيه شك في القرار فبالتالي أنه حكم الساحة هو صاحب القرار النهائي حتى لو الفار شايف أنه دي مش ضرب الجزاء أو شايف أنها ضرب الجزاء فممكن كل حاكم شايف أنها مش ضرب الجزاء لأنه أقرب للملعب يعني فبالتالي أنه حتى بيب بي قائد البرتغال بعد خروجه من المغرب يتكلم عن أنه المجاملة التحكمية لصالح الأرجنتين فبالتالي هناك حالة تعاطف مع ميس حالة نقف القصة دي كرواتيا وصولها لنصف النهاية طبعا مفاجأة من العرصة الكرواتيا 222 مش هي كرواتيا 2018 كان منتخب جبار يعني أعتقد أن هي نفس العناصر ما تغيرتش ولكن مع كبر السن مع الوقت لا المنتخب تغيرت شفت منتخب كرواتيا أصلا حتى مش وارف دور المجموعات ما كانش أنه هو يعني الكرواتيا لا بتطلع تاني المجموعة شفنا بتعدي اليابان بضربات الجزاء بتعدي البرازيل بضربات الجزاء فبالتالي أنه ده مش مستوى كرواتيا ووصولها لنصف النهاية كان مفاجأة تعادلت مع أعتقد فيما يعني استثناء بس موتش كندا هي فازت على كندا وتعادلت مع المغرب وتعادلت مع بلجيكا ووصلت تاني المجموعة لعبت مع اليابان وتعادل واحد واحد لعب وضربات الجزاء وصعدت واجهة البرازيل فأنت شايف أن نتيجة أمس دي نتيجة يعني فار يعني نتيجة منطقية منطقية لمستوى كرواتيا في البطولة يعني دي مش دي مش دي كرواتيا بتاعة 2018 للي وصلت نهائي البطولة ولو إننا كثير تتكلم منها كم يلعبوا بنفس الطريقة هي هي نفس الطريقة نفس الطريقة نفس الطريقة مش تغيره ولكن حتى العناصر هي هي ما تغيرتش ولكن مع كبرى السن مع حاجات كتيرة بتختلف في السرعات القصص دي كلها الطريقة كمال اللي كان بلعب بها اسكلوني مدرب الأرجنتين هي اللي غيرت الوضع احنا شوفنا حتى في بداية المباراة قبل ضربة الجزاء بتاعة الأرجنتين إنه كرواتيا هي المسيطرة بشكل كبير جدا على المباراة هي اللي بتهدد مرمى مارتنيز حارس مرمى الأرجنتين الأرجنتين كان بلعب بتوازن دفاع وكان بيعتمد على الهجمات المرتدة لحد ما جات ضربة الجزاء وبعد منها الجون التاني بتاع الفريز فبالتالي خلاص بدأ يغير طريقة اللعبة من 4-4-2 في الشوط التاني بقى فيه 5 ما خلينا أقولك إنه الكرواتيا عمليته مع البرازيل الأرجنتين عمليته مع كرواتيا يعني إحنا لو شوفت مطش البرازيل وكرواتيا إنه كرواتيا بلعبة جيم يعني دفاعي متكامل يعني ما وصلوش حتى يعني منطقة جزاء البرازيل والبرازيل هي اللي كانت بتحاول طلوقتي وهي اللي بتهاجم وقاط أخره لأنه بمناسبة الحديث عن البرازيل ميسي يمكن كان آخر لقب وغده كوبا أمريكا ضد البرازيل في البرازيل وحاصل على ألقاب كتير قوي إمبارح فيه ترتيب أهداف كاس العالم ميسي متصدر هل في حالة وهقول لا قدر الله فوز الأرجنتين لأننا بنتمنى طبعا أن يصعد المغرب وهو اللي يلعب النهاوي فوز بالبطولة في حالة فوز الأرجنتين ميسي هيقتنس هذا اللقب؟ لقب هداف كاس العالم؟ هداف كاس العالم؟ لا لسه ميسي في المستوى الرابع أفضل لعب في التاريخ كمان هصت قصة أفضل لعب في التاريخ دي يعني ده يعني زي بقولوا لقب فش عكس ما أفضل لعب في التاريخ يعني إحصايات بتعمل في أفضل لعب في التاريخ ولكن أنه القصة في كاس العالم تبقى هداف لإما أسست ميسي لحد مبارح هو يعني طبقا للإحصائيات هو رابع أحسن هداف لأنه 19 هدف 11 هدف جاب 11 هدف في كاس العالم و8 أسست فبالتالي هو في المركز الرابع هو هداف كاس العالم الحالي خمس أهداف بالتساوي مع مبابي مهاجم فرنسا فبالتالي أنه لسه بدري أوه على حتة الألقاب ميسي إذا توجه بكاس العالم أنه خلاص هو بقفل بقى للعبة زي ما بيقوله خد كل البطولات خد كل الجواز الفردية والجامعية يتبقى لميسي أنه كان ناس كلها مستبعدة من جايزة أفضل لعب ولكن أنه إذا توجه بكاس العالم السنة دي أكيد هي توجه بجايزة أفضل لعب للعام الحالي هتوب بقى طبعا نهاية مثالية لمشوار ميسي وده لأنه كل الميسي بتتكلم فيه أنه ميسي يعني قدم كل شيء لكرة القدم فبالتالي أنه ما ينقصه هو كاس العالم حتى أنه جمهور الأرجنتين خلي بالك الدورة دي متفاعل بشكل كبير جدا وخمس أهداف حتى الآن خمس أهداف بالتساوم عن بابي خمس أهداف صحي جمهور الأرجنتين يعني متعاضف جدا مع ميسي في البطولة دي لأنه خلي بقولك أن الجمهور الأرجنتين كان ضد ميسي الفترات اللي فاتت أنه لم يحقق أي شيء الأرجنتين يعني قبل التتويج بكوبا أمريكا ميسي مخدش أي بطولة مع الأرجنتين كان فيه تحمل عليه هو تحديدا شخصيا بعد مرش السعودية طبيعا أنه نجم الفرق أنت لأدلوقات لما بتكسب برضو الناس كلها بتقول ميسي رغم أنه ما يبقاش مثلا هو يعني المية في المية في المباراة ولكن لا هو في الآخر ميسي فبالتالي أنه الطبيعي الشو بيروح لميسي أنه في حالة الخسارة كله بينتقد ميسي وفي حالة الفوز لا بس يعني ما تأثروا جميعا مورتينيز مبارح حارس المرمى كان ليه تصريحات خاصة بأنه بعد الخسارة أمام السعودية هو نفسه تحدث إلى طبيب نفسي وأنهما كانوا نفسي متأثرين جدا من كم الهجوم السلبي اللي كان عليهم بعد الخسارة أمام المتحدة للسعودية لأنه طبيعي في كرة القدم محدش يتوقع أن السعودية تكسب الأرجنتين الأرجنتين في حتة ومع كما احترامنا لكرة القدم السعودية ولكن في النهاية هي الأرجنتين فبالتالي أنه فوز السعودية على الأرجنتين محدش كان يتخيل أصلا وعشان كان نتكلم أن هذه النسخة نسخة مفاجأات بأنه كرواتيا تكسب البرازيل ما بالتالي أنه محدش يتخيل حد كان يتوقع أن فرنسا تتغلب من توليس؟ لا ما أنا عشان كده بقول لك أنا ليه بس ألك دعشان مطش النهاردة لا بس وقت مطش تونس وفرنسا كان ليه وضع تونس خلاص بقى كانت كسبانا وكانت متصدرة المجموعة وكانت كده كده وصلت فبالتالي أنه حتى كان فيه تشامب لعب بعدد من البودلاء في بداية المباراة فرنسا هي كانت متصدرة المجموعة كانت متصدرة مجموعتها فرنسا فبالتالي أنه المطش كانت حصل حاصل مع تونسا وديشامبل مدير الفني لعب بعدد من البودلاء المباراة لحد ما تونس جابت الجنفة بدأ يدفع بالعناصر الأساسية فبالتالي أنه ما كانش القوام الأساسي لفرنسا فبالتالي أنه مطش النهاردة المغرب وفرنسا لا غير مطش فرنسا وتونس ترحيل إيه الأوراق اللي المغرب هتستخدمها النهاردة أمام بقى حمل اللقب والمغرب عاملة موسم مختلف يعني كاس عالم مش طبيعي أنه أولا فريق عربي وأفريقي يصل لربع النهائي نحن نتكلم على نصف النهائي في حالة من الفخر العربي وصول لنصف النهائي وأداء أروع من حمل كده بكل مطش بتثبت أنهم قادرين أنهم يصلوا للمغرب إنجاز طبعا للمغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل للمرحلة دي الأهم كمان عند المغرب أنه إحنا شفنا يعني كووس العالم السابقة كان بيبقى فيه بعض المحاولات من المنتخبات بيوصل دروس 16 ويدغلت في دروس 16 منتخبات عربية أو أفريقية يعني فبالتالي أنه لا المغرب ستلعب ند الند يعني بيلعب الأسبانيا هو مش خايف من أسبانيا بيلعب كرة على الأسبانيا بيلعب كرواتيا بيلعب كرة على كرواتيا وصف كاس العالم بيكسب بلجيكا بيكسب كندا بيكسب يعدل برتغال بيلعب كرة يعني مش هو كمان في بعض أجزاء المباراة بيبقى عامل جيم دفاعي وليد الريكراكي المدير الفني للمغرب ولكن في نفس الوقت بيبقى لعب ند الند للمنتخب الأصاد بيش خايف من قصة إنه ده كله اللي كنا بنتكلم فيه من بداية السنوات يعني إنه لازم العقلية بتاعت الفرق العربية والأفريقية تتغير إنه المنتخبات الأوروبية طبعا يعني أقوى ولكن الندية هي اللي بتفرق في القصة يعني إحنا شفنا إنه تونس بتكسب فرنسا لو في الأول مباراة بتاعت تونس كانت عملت نتائج جيدة كانت عدت البطولة والمغرب داخل البطولة دي بندية وواضح اللي هو عندهم حالة من الندية وشايفين اعتزاز بأنفسهم وشايفين اللي هم لا ينقصهم شيء هم حتى الآن أثبتوا إنه هم أقوى دفاع بوجود في البطولة ككون المغرب حتى الآن يعني ما دخلش فيها يجون ويجون الوحيد اللي داخل كان غلطة كان غلطة من المدافع وفرنسا هي أقوى هجوما فالمعادلة دي شايف إزاي هيتعامل مهر كراكي بصر كراكي مش هيقدر يغير طريقة لعبه هو يعني كانت مرحلة المجموعات شيء دور 16 شيء ودور 8 شيء تنخر يعني كان قدام إسبانيا لعب جيم دفاعي بحت وبسطة على السعواز هتلاقي مثلا 80% إسبانيا 20% المغرب وقدر إنه يوصل للي هو عايزه إنه يوصل مع إسبانيا لضربات الترجع لإنه الكرة الأزبانية حتى مع جيل الشباب اللي موجود دلوقتي مع إنريك إنه هو بيلعب على السعواز بشكل كبير جدا الوضع تغير مع البرتغال إنه لأ وليد ريكراكي نهازف بيلعب جيم مفتوح مع البرتغال ند بالند الحد ما هو يسجل الجون أول ما يوسف نصير يسجل الجون الحضاش اللاحب المغربي كلهم كانوا بيدفعوا فبالتالي إنه وفضل يلعب على المرتدات وفضعت السقاط الشرطة تانية للمغرب كلها بالدافع وبتلعب على الهجمات المرتدة يعني وليد شريطة ضايع ما كانش سهل المرتدات عندهم اللي كانوا بيلعبوها برطة اللي إيه؟ المرتدات اللي كانوا بيلعبوها يعني إرجراجي كان تحس اللي هو كان ملقنهم أو معلم على مرتدات ليس بالهيينة لا هم هم مميزين جدا في المرتدات وخلي بالك في المطشط يعني النهائية اللي زي دي إن المنافس ما قداموش حل هو خسرون فالطبيعي إنه هو بيهاجم بالحضاشة اللي لك فبالتالي إنه دفاعاته بتبقى مكشوفة فبالتالي أنت بتستغل ده أنت عندك صلابة دفاعية وبتستغل الهجمات المرتدة بتاعتك يعني عندك مهاجم المغرب وليس شريطة لنزل الشهوط التاني لو ركش شوية المغرب يا دي طريقة رجل كتير بيدي الاستحواز للفريق المنافس بالضبط بديك الاستحواز وبيتعيبك بدنيا وأنا يعني أنا مقافل دفاعاتي وديك التصريحاتهم برحفة بالضبط فأعتقد إنه قدام فرنسا مش هيقدر يهاجم فرنسا لأنه فرنسا فرق تقيل جدا عنده خط هجوم حديدي بتتكلم في جريزمان وعثمان ديمبيلي ومبابي وجيروفا فبالتالي إنه لا خط هجوم حديدي يعني فبالتالي إنك هتهاجم الفرنسا أو تلعب ند لند لفرنسا المرضوح يبقى صعب جدا على دفاعات المغرب فبالتالي إنه مقدمش حل غير إنه يقفل دفاعاته كويس جدا ويعتمد على الهجمات المرتدة بالضبط يعتمد على الهجمات المرتدة لعله عسف الهجمات المرتدة مع تقدم الجانب الفرنسا إنكتة تقدر تخطف هدف أو تساير المباراة إنكتة توصل للأشواط الإضافية يمكن سكان رابط تحديدا وإيه أناحي مطلوبين من أندية كبيرة وعليهم يعني تسليط للأضواء النهاردة تحديدا وحمل كبير زي ما قالت هدير في مباراة اليوم شايف هيتعامله إزاي مع هذه المباراة ويمكن هيكون فيه ضغط كمان نفسي على اللعيبة لأن خلاص هي مسألة جون وتحسم المباراة والدافع بعد كده بس أعتقد أنه مسألة الضغط النفسي يعني لعبة المغرب تخطت قصة الضغط النفسي لأنه واضح أنه جايين البطولة مركزين جدا إحنا شفنا أول مباراة يعني لا المغرب بتاعب كورا مش جاي خايف فبالتانيهم بيتصدر المجموعة بتاعته وعلى أسماء كبيرة بتكلم على كرواتيا على بلجيكا على كندا فيهم فرئتين كبار كرواتيا وبلجيكا كندا لسه يعني مش الفرقة الكبيرة للقصة ولكن بيتصدر المجموعة فبالتاني أنه لا جاي يلعب كورا فاية ومركز جدا فيه البطولة مش جاي يلعب مطشين وأنا تمثيل مشرف وماشي لا أنا جاي مركز وجاي بيتصدر مجموعتي جاي أتخطى عقبة أسبانيا أتخطى عقبة البرتغال فبالتاني أنه الضغط النفسي خلاص ما بيش موجود أتخطى أن مشوار المغرب كان من أصعب يعني الفرق في البطولة يعني حتى الآن مشوار هو فبالتاني أنه الضغط النفسي ممكن يبقى على فرنسا ما يبقاش على المغرب لأنه في النهاية إذا المغرب خسرت من الفرنسا فبالتاني الناس كلها شايفة أنه المغرب عاملت إنجاز يعني عاملت إنجاز أنك أنت وصلت لنصف النهائي وقدامك مطش يوم السبت الثلاثة ورابعة ممكن تبقى ثالث العالم فبالتاني أنه الضغط على منتخف فرنسا لأنه في الآخر هيتقالي أنه فرنسا خسرت من المغرب زي ما تقال أنه لحد دلوقت الناس بتقول أنه الأرجنتين خسرت من السعودية حمد تتوقع المباراة خلاص كام كام؟ أتوقع ثلاثة صفر لفرنسا لفرنسا؟ لا الموضوع صعب جدا ليس مفاجآت؟ خلاص إحنا ما بقيناش في وقت المفاجآت؟ لا لا وقت المفاجآت انتهى لأنه كل واحد بقى خلاص يعني يعني بعد دورة 16 بعد دورة 8 خلاص المفاجآت بتتوقف في كرة القدم حتى تشوفنا دورة 16 لم تكنش بأي مفاجآت خلاص يعني كل المنتخبات الكبيرة أنا شايف المفاجآت يعني لن تتوقف مع المغرب تحديدا اللي عدى البرتغال وعدى إسبانيا وأنا براهن على المغرب النهار أنا مختلف يعني أنا نتمنى طبعا ولكن ككرة قدم لو شفت التيم بتاع فرنسا لا مركزين جدا لا دخلين نوين يكسبوا البطولة للمرة التانية على التوالي بنشوف مبابين من أفضل لعبت العالم دلوقتي بيعمل حاجات في الكرة يعني صعبة جدا فبالتالي أنه لأ يعني ككرة نتمنى طبعا المغرب تعدي ولكن الموضوع صعب جدا جميعا طبعا نتمنى النهاردة الفوز والتقلق للمنتخب المغربي نشكرك شكرا جزيلا ناقد رياضي محمد مهدي شكرا جزيلا عن وجودك معنا أنا بشكركم جدا وربا نقدمنا حاجة كويسة يا رب شكرا لك محمد